توعدت الصين باتخاذ إجراءات فعالة ضد الولايات المتحدة في حال أقدمت على نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأعلن القائد العسكري الصيني هيلي الخميس أن بكين تعارض بشكل قاطع الخطوة وفي تصريحات لوكالة تاسا الروسية على هامشي منتدى الشانكشان الأمني في بكين اعتبر أن نشر الصواريخ الأمريكية سواء كان في الفلبين أو اليابان يشكل أكبر تهديد لأمن الدول في آسيا والمحيط الهادئ وكانت وزيرة القوة البرية الأمريكية كريستين وورموت أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تنوي نشر صواريخ متوسطة المدى في الأراضي اليابانية شكرا